إيه مقصود بفرط التنفس؟ فرط التنفس هو تعبيل مقصود بأن أنا بتنفس بسرعة وبعمق فرط التنفس ده عكس دي التنفس دي التنفس يعني أنا بحس أن أنا مش قادرة أخد نفسي أو مش مستريحة وأنا بأخد نفسي أو بأخد نفسي بصعوبة فرط التنفس ده كأنك بتتنفس بسرعة وبعمق ممكن يبقى ليه أسباب فسيولوجية ممكن يبقى له أسباب نفسية زي ما الأستاذة قالت أو ممكن يبقى لي أسباب مرضية أسباب فيستيولوجية يعني مثلا زي ممارسة رياضة شديدة أو جارية لمسافات طويلة تلاقي المتصابك أو اللي بيجري بيتنفس بسرعة وبعمق ده فرط تنفس بس ده لمحاولة تعويض كميات الأكسجين اللي بتحتاجها العضلات مع المجهود العضل اللي بنعمله الفرط التنفس ممكن يبقى له أسباب نفسية زي ما قلنا زي التوتر، الألأ، حالات البانيك، الأنزايتي الحاجات دي ممكن تعمل نوع من التوتر النفس اللي يسبب فرط التنفس ده ممكن يبقى له أسباب مرضية في بعض الحالات زي بعض الإصابات الميكروبية لو في حصل نزيف عادة الأمراض الصدرية زي الأزمة أو الربو الشعبي أو السد الرقوي اللي هي السيوبي دي دول بيبقوا مرتبطين أكتر بديء التنفس مش بفرد التنفس يعني بيبقى معهم صعوبة في التنفس وخصوصا ساعة الأزمات أو الأتاكسة اللي بتصيب المريض دي التنفس ده بيبقى بياخد كام نفس وفرط التنفس بياخد كام نفس والمعدل الطبيعي للتنفس الدقيق عشان نبقى إحنا يعني فهمين الموضوع ما يبقاش علمي قوي علينا نبقى حاجة بسيطة كده قادرين نفهم بمنطقة البساطة إحنا في المتوسط بنتنفس من 12 ل 18 مرة في دقيقة المفروض مع النفس بتاعنا بناخد أكسوجين وبنخرج سني أكسيد كربون وبخار ما يدلت علمناه في ابتدائي في العلوم هي دي اللي بيحصل مع دي التنفس مش شرط هو بياخد كام نفس هو الفكرة مجرد إحساسك أنك بتتنفسي أو شعورك بوظيفة التنفس ده يعتبر دقيق نفس مجرد أنك حسة بالنفس بنتنفس كل دقيقة على مدار عمرنا فالفحيد ده بيتقاب بيتم باللواعي ما يحسبش له علاقة بعمق النفس أو how deep النفس أو التركيز بتاع الأكسجين الدخل لا هو ليه علاقة بعوامل كتيرة حركة شهيق وزفير فقط هو حددك لا ليه علاقة بحاجات كتيرة أولا إحساسي أنا بالنفس مجرد إحساسي بالنفس زيادة ده فيه نوع من الديق لي أنا مجرد إحساسي بالنفس ده لو الأونس أو الوعي أن أنا بتنفس ده في حد ذاته صورة من صور دي التنفس لو طبعا لو فيه أزمات لو فيه دي في الشعب الهوائي لو العيان عنده تعرض لحاجة مهيجة للجهاز التنفسي زيادة معدل التنفس ده برضو نهاجين فهيزود الإحساس فهي ترجمتها لحاجات كتيرة مجرد أي خلل أو اختلاف في الوظيفة التنفس اللي بتتم بصورة تلقائية ده يعتبر خير أنا بتنفس بشكل تلقائي لما حس أن أنا ببزي المجهود يبقى هنا فيه مشكلة في التنفس لا آه يعني لو حس أن النفسي مش طبيعي طبعا لو ببزي المجهود يعني بجري فأنا المجهودة موضوع يعني بأحساس بالمجهود مضبوطة مضبوطة